في إطارية تعاون ثنائي شرطي إلى الجزائرية الإيطالية قام المدير العام لشترطة الإيطالية بزيارة للجزائر مرفوقة بوفد رفيع المستوى بزيارة إلى المدرية العامة للأمن الوطني استهلت الزيارة بعقد جرسة عمل ترأسها المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ تبحث خلالها الترفان سبل تعزيز تعاون في المجال الشرطي على قرار التكوين المتخصص وتبادل المعلومات والتجارب بالإضافة إلى توحيد الجهود في ما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك توجه بعضها الوفد الإيطالي إلى المدرسة العليق للشرطة على تونسي حيث قدمت لهم عروض حول مهام مختلف الوحدات العملياتية للشرطة ودورها في مكافحة الجريمة لأسيما العبرة للحضود الوطنية على غير جمهورة العمليات الخاصة للشرطة وفرق البحث والتدخل الوحدات الجوية للأمن الوطني بالإضافة إلى التقنيات العلمية والمستخدمة في التحقيقات والتحريات الجنائية